أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا هو المجلس الأخير من مجالس تفسير سورة الأنعام أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا وأن يزيدنا به إيمانا ويقينا إنه سميع عليم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي وقفنا عندها قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قد ختمنا الحديث بهذه الآية وتلاحظون أيها الإخوة تكرر كلمة الحجة والمحاجة في سورة الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلها التي بدأنا بها حديثنا وقال الله سبحانه وتعالى بعدها وحاجه قومه قال أتحاجوني ثم قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ثم يقول هنا فقل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين هذا كله أيها الإخوة يؤكد موضوع سورة الأنعام وأنها لتقرير التوحيد والاحتجاج على المخالفين في هذا الأمر العظيم وهي حجج قوية مؤثرة مقنعة احتجاجات عقلية واحتجاجات في غاية الوضوح والبيان يدعون الله سبحانه وتعالى إلى التفقه فيها والتأمل والتدبر فيها لكي يكون المسلم على بينها أولا فيما يعبد الله سبحانه وتعالى به وفيما يدعو الناس إليه ونكمل في هذا المجلس من قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم هذه الآيات من أعظم الآيات في سورة الأنعام وهي آية مشهورة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها المحرمات فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركون الذين حرموا ما أحل الله لهم حرموا بعض الأطعمة وحرموا بعض الأنعام دون دليل ودون حجة الله سبحانه وتعالى يا محمد له الحجة البالغة وقل لهم يا محمد تعالوا إذا كنتم تريدون فعلا المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى فتعالوا أتلوا عليكم هذه المحرمات هذه المحرمات الحقيقية ما هو بأنك تحرم للجمل الذي ولد أو له عشرة أبطن أو الناقة التي ولدت دون دليل ودون حجة فيقول قل تعالوا هذه دعوة لهم للاستماع تعالوا أتلوا يعني أقرأوا عليكم وأتلوا عليكم ما حرم ربكم عليكم يلا أحسبوها معي واحد أظن عشرة أحسنت سمونا المحرمات العشر ألا تشركوا به شيئا هذه أول وحدة والآية كما قلنا السورة كلها تتحدث عن العقيدة والتوحيد ونبذ الشرك ولذلك قدمه الله ألا تشركوا به شيئا والشرك طبعا ظلم عظيم وإن الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة والآيات التي تدل على تحريم الشرك كثيرة جدا ولذلك من أهم مقاصد القرآن الكريم التي جاء القرآن من أجلها النهي عن الشرك والدعوة إلى التوحيد ولذلك ينبغي أيها والإخوة أن لا نتساهل في هذه المسألة التوحيد والعقيدة إذا رأيت أحد يشرك أو يقع في الشرك ولو في كلمة بعضنا يتساهل مثلا أن تحلف بغير الله ولو كانت تجري على لسانك لا تتساهل فيها مع الناس ولا تجامل فيها أحد ولكن يعني بأسلوب لطيف وبأسلوب مهذب إنهى عن هذا عن الشرك لأنكم لاحظتم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف رفع الله شأنه في الدنيا والآخرة ليس كذلك رفع الله شأنه رفعا عظيما وكل المواقف التي كانت تدور حول قصة إبراهيم هي محاربة للشرك والأصنام تكسير لها نعم وهذا يدلنا أيها الأخوة على خطورة الشرك وأنه أعظم الذنوب على الإطلاق لا تساهل فيه لا تقول والله هذا يسجد يمكننا ما يقصد بعض الناس يسجد للقبر فإذا أردت أن تناقل أن ما يقصد أن يسجد للقبر ما فيها يمكن أنه يمكن أنه والتماس الأعذار الواهية وإنما الشرك شرك وأي مظهر من مظاهر الشرك يجب أن يكون في غاية الحساسية وأن يحذر منه هذا المحرم الأول الثاني قال وبالوالدين إحسانا غريبة هذه يعني الآن يقول تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم لم يقل وعقوق الوالدين ألا تشركوا به شيئا ولا تعقوا الوالدين ما قال هذا وإنما قال ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فغير الأسلوب لماذا قال العلماء لسبب وهو أن العقوق الوالدين لا يكفي في بر الوالدين أنك تنهى عن العقوق فتقول للشخص لا تعق والديك نعم يعني سارت الآن ما شاء الله سارت يعني نهاية برك بوالديك أنك تكفيهم شرك ولا تعقهم لا هذا حقهم أعظم من ذلك هذا ليس كذلك حقهم ليس أن أن لا تعقهم وإنما أن تبرهم غاية البر بل لا ما هو بالبر الإحسان وهو ما فوق البر ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا فجاء التعبير هنا لم يقل وأن لا تعقوا الوالدين أن لا تشركوا به شيئا ولا تعقوا الوالدين لا قال أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا لأنه لا يكفي في بر الوالدين عدم عقوقهما وإنما لا بد من الإحسان إليهما وهذا في غاية الروعة أسلوب رائع جدا ثم يعود إلى الصيغة نفسها ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم يا سلام هذا المحرم الثالث لا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني بسبب الإملاق والإملاق هو الفقر الإملاق هو الفقر ثم قال نحن نرزقكم وإياهم يا سلام وفي آية أخرى قال نحن نرزقهم وإياكم وش الفرق بينهما برأيكم يا شباب تفضل يا حضرة الشيخ أحسنت يعني الآية الأخرى يقول خشية إملاق وهنا يقول من إملاء فهناك في خشية إملاق شيء يتوقع لم يأتي بعد فقال نحن نرزقهمهم وإياكم يعني رزقهم أو رزق الأولاد مضمون قبل رزقكم أما هنا فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني أنتم في فقر أصلا لا تقتلوهم من إملاق نحن نرزقكم رزقكم مضمون وإياهم أرأيتم بلاغة القرآن الكريم هذا المحرم الرابع أو الثالث الثالث نعم جميل جميل ثم المحرم الرابع قال ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن الفواحش كل ما فحش ذكره يدخل في ذلك فواحش الزنا وما يدخل فيه الفاحش هو كل ما يستفحش ذكره ويستقبح ولا تقربوا لاحظوا أنه لم يقل ولا تفعل الفواحش لا قال ولا تقربوا الفواحش كما قال ولا تقربوا الزنا وهذا فيه إشارة إلى أن نهي عن أسبابه ما هو بالنهي عن الفاحش نفس لا أن نهي عن أسباب الفاحش التي سوف تكون ذريعة للوقوع في الفاحش ما ظهر منها وما بطن وهذا نهي يشمل كل فاحش هذا المحرم الرابع ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق نهي عن قتل النفس بغير الحق وقتل النفس بغير الحق هو عفوا وقتل النفس بحق نص الله عليه وهو أنها لا يستحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الثيب الزاني والنفس بالنفس والقتالي كل دين المفارق للجماعة فيعني الحدود التي أجاز الله فيها قتل النفس للإمام ضيقة جدا لحرمة الدم هذا رقم خمسة ثم قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون يعني هذه المحرمات وهذه الوصايا التي مرت هي وصايا الله سبحانه وتعالى لكم لعلكم تعقلونها وتعملون بها ثم يكمل الله سبحانه وتعالى هذه الوصايا العشر طبعا هنا يقول لعلكم تعقلون وقال في الآية التي بعد لعلكم تذكرون وقال في الآية الثالثة لعلكم تتقون قال المفسرون أن ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى لا يحتاج الانتهاء عنه إلا إلى الرجوع إلى العقل لأن كل هذه الأفعال التي تفعل منافية للعقل فالشرك بالله منافية للعقل كيف تشرك بالله وهو الذي رزق وخلق وأعطى ثم تعبد غيره كيف تعق والديك وهم أصحاب الفضل عليك أين العقل ثم قتل الأولاد ما ذنب الأولاد ثم الوقوع في الفواحش العقل السليم ينهى عنها ثم أيضا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أيضا العقل يحجز عنها لو عقل الإنسان فناسب أن يختم الآية بالتذكير بالعقل فيها ثم جاءت الآية أو الوصية الوصية الأخرى فقال وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهِ أيضا من المحرمات أن تقرب أن يقرب ولي اليتيم أو غيره مال اليتيم على وجه الإفساد والظلم والأخذ بغير حق إلا بالتي هي أحسن أي إلا على وجه الإصلاح لمال اليتيم لأن اليتيم لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ويحفظ ماله ولذلك قد يتساهل بعض الناس فيقع فيه هذا فيأخذ مال اليتيم ظلما وعدوانا ولذلك حافظ الله على حق اليتيم ومنع عنه الأيدي وكفها فقال إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِرًا تهديد شديد هذا نصره لليتيم المسكين طيب هذا التهديد الشديد قد يدفع حتى المصلح أنه يتدخل في مال اليتيم ويقول أنا روح أورط نفسي وأدخل في مال هذا الرجل اليتيم هذا يعني بلاش مشاكل فالله قال لا إلا باللتي هي أحسن ولذلك قال وَيَسَأْلُونَكَ عَنَ الْيَتَامَ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرُ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فإخوانكم والله يعلم المصلحة من المفسد فهذه أمور متصلة بالقلوب والله يعلم النيات سبحانه وتعالى والإنسان ولي اليتيم إذا عمل في حق اليتيم كما يعمل في حق ولده تماما يحافظ على ماله ربما ربما ولي اليتيم أحيانا يدخل في صفقة فيخسر لكنه غير مفرط لا شيء عليه لكن الذين يأكلون أموال اليتيم ظلما هؤلاء الذين توعدهم الله بنار وسيصلون سائرا فقالوا لا تقربوا مال اليتيم واليتيم هو الذي فقد والده وهو دون البلوغة من البشر لذلك اليتيم إذا كبر وبلغ انتفى عنه وصف اليتم نعم ولذلك قالوا وابتلوا اليتامة حتى إذا بلغوا النكاحة فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم خلاص يعني وصلوا إلى مرحلة التصرف قال حتى يبلغ أشده يعني حتى يبلغ سن الرشد والتصرف فدفعوا إليهم أموالهم قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط طيب هذا محرم ولا مدعون إليه نحن أنت تقول في الآية التي قبل قليل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم طيب واضح لا تقربوا مال اليتيم هذا محرم صح طيب وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وش معناها يعني هذا تحريم لماذا للتطفيف والبخص والغش في المكايل والموازين لكنه أراد الله سبحانه وتعالى مثل ما سوى في بر الوالدين ما يكفي فيك أنك تكون لست بغشاش حتى تكون تاجر ناجح لا يجب أن تكون تاجرا وفيا وصادقا ولذلك لم يقل ولا تبخسوا وإنما قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط يا سلام ما أجمل هذه الوصايا يأتيك في بعضها بالنهي ويأتيك في بعضها بالأمر التي يأتي فيها بالنهي يكفي فيها الامتناع لا تقربوا مال اليتيم خلاص لكن وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا التاجر الناجح والصادق المؤمن لا يكفي فقط أنه يكون على الميرى يعني لا يغش الناس لا وإنما يكون يوفي الكيل يزيد في الكيل ويزيد في الميزان ويعطي الناس أكثر مما يستحق ويتعامل مع الناس باللطف يا سلام ما أجمل هذا التوجيه نعم وأوفوا الكيل والميزان بالقسط والقسط هو العدل فقد يقول قائل طيب الميزان دقيقة أحيانا موازين الذهب هذه بالمدرييش المليجرام قال الله لا نكلف نفسا إلا وسعها نحن نأمركم بوفاء بالكيل والميزان والقسط في ذلك صحيح لكن أيضا لا نكلفك الشطط لا تكون موسوس وتقول والله أنا يمكن زيت حبة يمكننا قصة حبة لا لا نكلف نفسا إلا وسعها يعني أنت اجتهد فيما أمرك الله به وستجد بإذن الله تعالى عاقبة ذلك قال وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربها هذه الوصية رقم كم الذين يحسبون رقم كم رقم ثمانية هذه الوصية رقم ثمانية قال وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربها اللهم أصعب هذه الوصية الأمر بالعدل في القول والفعل العدل في القول أيها والإخوة ما كل أحد يستطيع ولذلك قال الله في سورة المائدة كما تقدم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يا صعبة هذه يعني هي كلمة صغيرة وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا يعني قل الحق ولو كان على قريب لك أو على ابنك أو على ولدك أو على نفسك يا ترى من هو الذي يطبق هذا الوصية فينا يا شباب قليل أليس كذلك قليل والله يعني ما نبر أنفسنا من الظلم والمحاباة والميل إلى القريب والميل إلى الإبن والميل إلى الصديق واللهم تب علينا يا رب العالمين فهي أشد لا شك ولذلك قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا يعني حتى ولو كان ذا قربا فاعدلوا طبعا أنظر ما أقصر هذه الحروف لكن تأملوا في حقائقها تجد أنها صعبة جدا وتنفيذها صعب ولا يصبر على العمل بهذه الوصايا إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى نسأل الله نجعلنا وإياكم منهم ثم يقول وبعهد الله أوفو ماذا تركت هذه الكلمة ما تركت شيء campus ما تركت شيء؟ وابعهد الله أوفو بس يلا شف تأمل نفسك كيف أنت مع هد الله ومواثيقها هل أنت تفي بها أو لا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون لاحظوا أيها الأخوة لعلكم تذكرون هنا تأملوا في الوصايا التي سبقتها تجد أنها وصايا مكررة يكفي المؤمن فقط أن يتذكرها هو في حاجة فقط إلى أن يذكر بها قربان مال اليتيم الوفاء بالكيل والميزان العدل في القول والعمل والفعل الوفاء بالعهد والذي عاهد الله عليه ثم قال الله سبحانه وتعالى في الوصية العاشرة أفردها في آية فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الوصية بالتوحيد واتبع هذا الطريق المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما طريق الإيمان أيها الأخوة وطريق التوحيد وطريق الأنبياء والرسل طريق واحد مستقيم والنبي صلى الله عليه وسلم رسم خطا فقال هذا هذا ماذا هذا الإسلام أو هذا الصراط المستقيم ورسم خطوطا جانبية وقال هذه سبل الشيطان فالله سبحانه وتعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه هذه الوصية العاشرة وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ هذه أعظم وصية في هذا الوصايا وهي الوصية بالتوحيد هذه الحقيقة يا والإخوة الآيات التي مرت آيات عظيمة وهي ترسم منهج الحياة للمسلم وللبشرية كلها ولو تأمل الإنسان ما هو فيه من النعمة أن الله هدا لهذه الأمور والإيمان بها والانقياد لها والاستجابة والصبر على ذلك كله لعلم أنه في نعمة عظيمة وتأملوا في الآيات التي أخذناها في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين ثم يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا يذكر الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قد فصل لك هذه الآيات يا محمد في القرآن وقد ذكرنا لموسى عليه الصلاة والسلام في التوراة مثلها ثم آتينا موسى الكتابة أي التوراة تماما على الذي أحسن يعني تماما على الذي أحسن موسى عليه الصلاة والسلام في بلاغ قومه والنقل عن الله فقد أحسن في البلاغ وأحسن في نقل هذه التوراة لقومه وبلغهم وأقام عليهم الحجة وتفصيلا لكل شيء من الأحكام التي يحتاجها بنو إسرائيل وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ولكنه لم يؤمن به من قومه إلا القليل وكفر أكثرهم بهذا الكتاب الذي جاء به وحرفوه وهذا القرآن الكريم كتاب أنزلناه مبارك وقد تقدم معنا في الآيات السابقة المقصود بالمبارك أي كثير البركة وكثير الخير فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحموا حتى لا تقولوا يعني يقول أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا أي حتى لا تقولوا أيها المشركون إنما أنزل الكتاب السماوي المقدس على طائفتين من قبلنا أي هم اليهود والنصارى وإن كنا عن دراستهم لغافلين يعني حتى الله أنزل عليك يا محمد هذا الكتاب العظيم حتى لا يعتذر قومك فيقول ما جاءنا كتاب ما عندنا كتاب سماوي كما أنزل على اليهود وعلى النصارى وإن كنا عن دراستهم لغافلين يعني نحن في غفلة وفي جهل بما أنزل الله على الأنبياء السابقين موسى وعيسى أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم يعني حتى لا يكون لكم عذر بعدم نزول الكتاب فهذا القرآن الكريم فيه تفصيل لكل شيء وهو قطع لحجتكم إذا احتججتم وطبعا أنا أكرر وأقول سورة الأنعام هي إقامة للحجة الحجة فالله سبحانه وتعالى يقول هنا نحن قد أنزلنا هذا القرآن عليك يا محمد حتى لا يحتج المشركون بأنه لم يبلغهم الحق أو لم يبلغهم الكتاب أو لم يبلغهم البيان أو لم يبلغهم البرهان فهذا قد فصلناه لك تفصيل قال فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة في هذا القرآن فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها أي لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله الواضحة الظاهرة وصدف عنها يعني وأعرض عنها ومال عنها وصرف غيره عنها صدف معناها هذا معناها انحرف وانصرف وصرف غيره سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا أي ينحرفون عن آياتنا ويصدون عنها سوء العذاب بما كانوا يصدفون ثم يقول الله مخاطبا هؤلاء المشركين ماذا ينتظرون يا محمد يعني أقمنا الحج عليهم وأرسلناك إليهم وبينا وأتيناك من المعجزات ما ما يكفي فيقول هل ينظرون يعني هل ينتظرون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة يعني هل ينتظرون الملائكة ينزلون عليهم حتى يؤمنوا أو يأتي ربك سبحانه وتعالى أو يأتي بعض آيات ربك التي لو أنزلها ما عاد ينفع بعدها إيمان أو يأتي بعض آيات ربك التي لا ينفع الإيمان بعدها مثل خروج الشمس مثلا من مطلعها من مغربها أو الدابة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الكبرى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا يقول إذا نزلت إذا ظهرت بعض آيات ربك التي هي من علامات الساعة الكبرى فلن ينفعهم إيمانهم لماذا؟ لأنه يصبح إيمان الخائف الذليل وليس إيمان المؤمن المصدق ولذلك طبعا إذا رأى الناس الشمس تخرج من مغربها هذه آية عظيمة ومخيفة كل الناس يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول خلاص ما عاد ينفع انتهى الوقت ولذلك فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به شف حتى اللفة لفة طويلة ما قال آمنت بالله قال آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل ما خلاص انتهى الوقت آل آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فكذلك هنا قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن يعني أن لم تكن آمنت من قبل هذه الآية أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون وهذا غاية التحدي من النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين والذي يلقنه هذا الله سبحانه وتعالى قل يا محمد ثم قال الله سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة العظيمة أيها الأخوة وهي آيات عظيمة لعلنا نتوقف معها قليلا ونختم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون يشير الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أيها الأخوة إلى أن دين الأنبياء واحد عليهم الصلاة والسلام وقد ذكرهم الله في المواضع التي مرت معنا عندما ذكر إبراهيم ثم ذكر نوحا وموسى وعيسى وقال أولئك الذين هدى الله هدى الله فبهداه مقتده يقول هنا إن الذين فرقوا دينهم يعني تفرقوا في دينهم وأصبحوا شيعا وأحزابا متفرقة متناحرة هؤلاء يا محمد لست منهم في شيء وما أكثر التفرق في الدين اليوم طوائف وفرق وملل تفرقوا وانحرفوا عما أمرنا الله به سبحانه وتعالى من الوحدة والتوحيد فقال إن الذين فرقوا دينهم لاحظوا ما قال تفرقوا في دينهم قال لا فرقوا دينهم يعني اتخذوا هذا الدين فرقوه كما قال الذين اتخذوا القرآن عظيم كأنهم قسموه أجزاء وكانوا شيعا متفرقة لست منهم في شيء يعني أنت بريء منهم إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون هذا فيه وعيد وتهديد لهؤلاء الذين تفرقوا في دينهم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها هذه قاعدة من قواعد القرآن ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ما أجمل هذه القاعدة الربانية عدل ليس عدل فقط بل فضل يعني من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فقط وهم لا يظلمون سبحان الله العظيم يعني فضل في الحسنات وعدل في السيئات قل إنني هداني ربي يعني قل يا محمد لهؤلاء المجادلين المشركين أنا على بينه مما أقول الله سبحانه وتعالى قد هداني لهذا الدين قل إنني هداني ربي ألاحظوا أنه يكرر كلمة ربي في مثل هذه المواطن للإشارة إلى أن الذي أعطاني هذه البينات وأنزل علي هذا الكتاب هو ربي الذي هو ألطف بي وأرحم بي من نفسي قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دين يعني أقصد بهذا الصراط المستقيم دين قيما يعني دين قيم الشرائع ملة إبراهيم حنيفة نرجع إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام من رأة أخرى وما كان من المشركين أيضا يؤكد هذا تذكرون في أول المجالس كنا قلنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين هذا لم يكن من إبراهيم أبدا على وجه الاعتقاد وأخي الكريم قد سألني سؤالا وقال قد ضللت إذن لئن لم يهدن ربي قال يقول إبراهيم في كلامه هناك لئن لم يهدن ربي لأكونن من القوم الظالين فكأن هذه توحي بأن إبراهيم كان في ضلال لا أبدا الآيات كلها لكن هذا من تمام ذكائه عليه الصلاة والسلام أنه لشدة تنزله معهم أشعرهم بأنه كأنه فعلا معهم وأنه يشعر بالحيرة التي يشعرون بها لكن في واقع الأمر أنه لم يكن مكذبا ولا محتارا أبدا ولذلك قال هنا حتى ينفي ما يقع في ذهني من يقع في ذهني شيء من هذا المعنى قال حنيفا وما كان من المشركين يعني ما كان في يوم من الأيام داخلا في المشركين نعم يسأل يقول طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إحياء أن يريه الله سبحانه وتعالى كيف يحيي الموت هل كان هذا الطلب قبل هذه الحادثة أو بعدها لا أدري والله لا أدري لكنه لا تناقض يعني بين هذا وهذا فإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما سأل الله أن يريه كيف يحيي الموت قال له الله أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير وأجابه إلى سؤال وهذا أيضا لعلني أستدل به أيها الأخوة على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان خليل الرحمن يعني هذا السؤال قد يثير الغضب ولذلك نوع عليه الصلاة والسلام عندما سأل الله سؤالا في ابنه ولم يكن سؤالا مباشرا وإنما فيه تعريض قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين بس ما قال يا ربي أنت وعدتني أن تنجي أهلي وابني سيغرق قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاء شديد الكلام قال إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به واستغفر من ذلك نعم فلاحظوا يعني أسلوب هنا مع إبراهيم وأسلوب هنا مع نوح عليه الصلاة والسلام تجد في سؤال إبراهيم أريني كيف تحيي الموتى؟ قال ولم تنقل بلى ولكن يطمئن قلبي فأجابه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يعني قل يا محمد إن صلاتي التي أصليها ونسكي أي ذبيحتي التي أذبحها ومحيايا يعني كل حياتي ومماتي لله رب العالمين يعني كل حياة الإنسان لله سبحانه وتعالى صلاته لله ذبيحته لله وهذا رد على المشركين الذين يذكرون لا يذكرون اسم الله علي ويذبحون لغير الله ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت يعني هذا أمر الله وأنا أول المسلمين المستجيبين لهذا الأمر قل أغير الله أبغي ربا لاحظوا يا شباب في سورة الأنعام يعني نحن سنختم الآن آية رقم 14 يقول الله سبحانه وتعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل أغير الله أتخذ وليا توحيد المحبة ثم يأتي في الآية 164 هنا فيقول قل أغير الله أبغي ربا توحيد الربوبية وهناك آية أربع طاعش والله نسيتنا الآية الثالثة لا لا في آية أخرى فيها توحيد الألوهية نعم هذه توحيد الربوبية نعم فتجد أنها ثلاث آيات في سورة الأنعام تؤكد على هذه الأنواع التوحيد توحيد المحبة وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية فهنا يقول قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء استدلال بتوحيد الربوبية على استحقاق الله للعبادة والألوهية ولا تكسب كل نفس إلا عليها يعني كل عمل تعمله كل نفس فهي لا تزر وازرة وزر أخرى ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى تزر يعني تحمل لأن الوزر هو الحمل والوزير سمي وزيرا لأنه يحمل عنك الحمل في ذلك قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وهدف من الوزير أن يكون عون للملك وإذا كان الوزير يعني ضعيف سارت مشكلة مؤازر أحسنت المؤازر يعني الذي يعين وينصر فيقول هنا ولا تزر وازرة يعني ولا تحمل نفس حملة نفس أخرى كل واحد كل نفس بما كسبت رهينة ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرضي هذا هو معنى الخليفة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يعني إيش يعني يخلف بعضهم بعضا في الأرض وليس المقصود خليفة عن الله في الأرض لا ذلك بعضهم يقول الإنسان هو خليفة الله في أرض هذا غير صحيح وإنما الخليفة الخليفة لا يكون إلا عن شخص يذهب يغيب فيخلفه هذا والله سبحانه وتعالى لا يغيب فقوله هو الذي جعلكم خلائف الأرضي يعني يخلف بعضكم بعضا ورفع بعضكم فوق بعض درجات لماذا يا رب قال ليبلوكم فيما آتاكم يرفع الله بعضنا في هذه الدنيا يرفع بعضنا على بعضنا حكمة من الله سبحانه وتعالى خلاص خلصنا إن شاء الله نعم قال ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف قال إيش أحسنت قال ورفعنا بعضكم فوق ليتخذ بعضكم بعضا سخريا ورحمة ربك خيرا مما يجمع إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور الرحيم لاحظوا كيف قدم سريع العقاب لأنه جرى الحديث في هذه السورة العظيمة نحن الآن في الآية 165 آخر آية لاحظوا أيها الأخوة كيف تحدث الله في سورة الأنعام عن تاريخ المشركين وتاريخ المؤمنين تحدث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما دعوا إليهم من التوحيد وتحدث عن المشركين وما دلهم الشيطان عليه من الشرك والانحراف والتكذيب والعدوان والعتو كيف ذكر الله سبحانه وتعالى حجج المشركين وأبطلها وكيف ذكر الله سبحانه وتعالى حجج المرسلين وأيدها تلاحظون أدلة الكافرين ما أوهنها وأدلة المرسلين عليهم الصلاة والسلام ما أقواها وما أوضحها وأنا كنت ذكرت لكم في مجلس سابق كتاب لابن الوزير اليماني استخرجه من حجج القرآن وقال هذه أفضل من حجج اليونان والمنطق فسما كتابه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان كتاب قيم وكتاب مناهج الجدل في القرآن الكريم لشيخنا الأستاذ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي كتاب قيم فيه الكثير من التفصيل في الحجج التي ذكرها الله للجدل ومجادلة الكافرين والمكذبين في القرآن الكريم ثم قال إن الله إن ربك يا محمد سريع العقاب لاحظوا إن ربك قلنا الربوبية دائما مقترنا بالعطف والشفقة فيقول إن ربك العطوف الشفيق سريع العقاب وهذا لها معنى ودلالة يعني بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى الرحيم تراه سريع العقاب فانتبه وكن على حذر وإنه لغفور رحيم وقال في سورة الحجر نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب للي وقال هنا بعد أن ذكر المشركين وما قالوا قدم سريع العقاب فقال إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور الرحيم وهذه آخر آية في سورة الأنعام وهي آخر آية في هذا الربع من القرآن الكريم الذي يعني استمعتم إليه في هذه الدورة دورة الأترجة هذه الدورة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيها وأن يجعل ما تعلمناه فيها في موازين حسناتنا وأن يشكر سعي الإخوة الذين شاركوا في هذه الدورة والذين قاموا عليها وتعبوا من أجل نجاحها وأسأل الله أن يجزيكم خيرا أنتم أيضا فأنتم مادة الدورة وسبب نجاحها بحضوركم وحرصكم مع علمي بالمشقة التي يعني يتكبدها كل واحد منكم لأن البقاء الطويل متعب جدا لكن أسأل الله أن تجدونها في صحائف أعمالكم الحسنة يوم القيامة وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر